المياه السوداء بحقبتها السوداء شركة بلاكووتر تعود إلى العراق مجدداً حاملة معها شبح مجزرة ساحة النصور التي ذهب ضحيتها 14 مواطناً عراقياً عام 2007 على يد مرتزقة هذه الشركة موقع انترسبت الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة للقلق بشأن خفايا عودة الشركة بلاكووتر إلى العراق واستئناف نشاطاتها تحت اسم جديد مؤسس الشركة إيريك برينس استغل صعود دونالد ترامب عند انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني عام 2017 لاستعادة نشاطه فكانت فرصة جديدة لإثبات نفسه وعودته إلى اللعبة وذلك بعد عدة سنوات من محاولاته تحقيق رؤيته في تجنيد الآلاف من المرتزقة حول العالم ما كشفه موقع انترسبت أثبته موقع باسفيد نيوز الأمريكي الذي أكد أنه حصل على وثائق تفيد أن مؤسس شركة بلاكووتر إيريك برينس أنشأ شركة أمنية جديدة في جنوب العراق وهي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها الموقع أوضح أنه بدعم من الأموال الصينية فمكن برينس من إطلاق مجموعة فرونتير سيرفيزز في هونغ كونغ عام 2014 ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الشركة على شكل مشاريع في أفريقيا فضلاً عن توفير الخدمات اللوجستية والأمنية اللازمة لفائدة مبادرة الحزام والطريق الصينية وتملك المجموعة مكاتب أخرى في كل من البر الصيني الرئيس جنوب شرق آسيا وبيّن الموقع أن مكتب بلاكووتر باسمها الجديد يقع في محافظة البصرة ووفقاً لوثيقة رسمية من كشوفات عام 2018 سجلت الشركة رسمياً بصفتها شركة أجنبية لدى وزارة التجارة في العراق تطورات تبين أن الحكومة تعدت مرحلة رعاية الميليشيات المحلية والإقليمية وأصبحت راعياً رسمياً للمرتزقة العالميين ترجمة نانسي قنقر